بيقولوا أن شعر المرة هو تاجة والعناية فيه هو هم لكل السيدات ولحتى نعرف أكتر عن أسرار العناية بالشعر اليوم معنا بالستوديو مصوفة في الشعر محمد علي أهلا وسهلا فيك محمد نورتنا مرحبا سهلا فيكم محمد أول شي فينا نعرف شو هو الشعر الصحي الشعر الصحي هو اللي ميكون سهل بعد كل حمام شكله لامع نظيف ما في تأصيف ما في نوبرة كيف ما عملتي بيضاين معك عملتي ليس بيضاين عملتي ويفي بيضاين عملتي شيء أي موديل تلاقي بياخد مصغر حلو ما بيعزب ما بتلاقي نوبارات فيه من قدام عند الغرة هذا الشكل الصحي واللمعة ما إلى الدخل هي من علامات الشعر الصحي يعني ما في لمعة لشعر تعبان هي مأخوذة القاعدة في شعر صحي في معناته لمعة في حيوية في نظارة في تحرك بالشعر بطريقة كتير دائماً الشعر الأشأر شوي بميل اللي يكون مت أكتر من الشعر الغامع لأنه فاتح مو مشالط الشعر الأشأر هو دائماً بده عناية أكتر أكتر يعني ممكن شعر مرات من الشعر الطبيعي الشعر الأشأر أكاديمياً هو شعر الأسرياء لأنه يده كتير عتناء كتير مواد كتير برودويلات لحتى يعتنى فيه يعني لا نضع لها أي شامبون أو أي ماسك أو أي دائماً يعني بده كتير عناية كتير فهنا هنهيك بتطلب أن يكون مهتم نحنا عنا قسم الشعر هوني كفاصلين أن يكون مهتم يعني كفاصلين عنا نحنا نحنا عبد الحمد بالنسبة لموضوع الشعر الأشأر طب ليش بيقولوا أنه الشعر كتير بيطعب هل هي من المنتجات التي نحنا منستعملها؟ أو السيدة ما بتعتني بالشعر بشكل مناثب؟ أول شيء الشعر الأشأر يعني أنت عم تقولي اليوم عم تسحبي 7 إلى 8 درجات من بكمونات اللونية بالشعر يعني أنت عم تسحبي 7 إلى 8 درجات مثل عم تفدي الشعر من وزنه ومن حجمه ومقاومته يعني راح منه تقل وراح منه وزن وراح منه بكمونات لونية وأنتي ما رجعت عوضت يعني أنت عملت اليوم شعرك أشأر وخلاص هملتي بعد سبعين ثلاثة شهر قلت أنا شعري أصف طيب ليش أصف لأن أنت ما رجعت عوضتي هذا الناص اللي راح مثل أي واحد ما بيصير معه أي شيء مثلا بدي يضطر يأخذ فيتامين أو شيء لازم يرجع يعوض التعويض بالكريمات؟ طبعا كريم ماسك حرارة قوية صارت تأزيل صار هو حساس كتير أنه قل حجمه ووزنه صار سهل كتير تكسيره هذا السبب الشعر مطاط أكتر حتى مطاط أنه فقط عنصر الكرياتين اللي بقلبه من الشعرات اللعبة تقريبا يعني لأنه اللعبة بلاستيك ما يكون في هذا المطاط بما أنه عم نحكي عن الشعر المصبوخ إذا الشعر تلف من الصبغة كيف فينا نعالجه وكمان شق تاني حابين نستفسر عنه شو أحداث طرق العناية بالشعر المصبوخ إذا تعب في عنا مراحل التعب يعني إذا تعب مثلا نشفان شوية نشفان خفيف شوية يعني تعب شوية يعني نوكي يمكن يتعالج ماسك قص تريتمنت أو شيء بهذه المرحلة أما إذا وصل لمراحل المط ومراحل هذا هو ما لغير حل واحد هو القص القص يعني ما بدنا نحنا نجمل الموضوع نقول لا تريتمنت والعناية وكذا لأنه ما عاتت الشعر خلاص أصفت ما عدل فيها روح أبدا يعني وشو طالع شي جديد لما من نعتني بالشعر المصبوخ هلا كتير في طرق العناية يعني صار في عندك ماسكات قوية ماسك يعني نحنا اليوم ما عم نحكي شيء كيميائي يعني أكتر كرياتين أو شيء ماسكات كتير فعالة وكتير بتعطي نتيجة بسي الاختيار هو الأهم من الاستعمال يعني أنا برأيي يعني يوم لو بيختاري لماسك الصح أهم ما تستعملي ماسك بيختار لي كمان أسألك على الدورة تبع نمو الشعر في عالم بيقولوا أنه شعري ما عم يطول معناتها شعري ضعيف وفي ناس يطول شعرون بس بتلاقي عم يطول عم يتعب بالزيادة شو الرابط بين الشعر الصحي ونمو الشعر الصحي هلا نمو الشعر دائما بيعتمد على الجسم على هرمونات الجسم يعني إذا ما عنده فيتامين القوي الدال والفيتامينات القوية لحتى أنه رجع يطول شعره ما لحي يطول والفيتامين كمان لازم يكون موجود بالقلب الشعر يعني هيك ليطول شعره واللي ما عم يطول شعره وميطول تعبان هي عم يطول بس فقير شعر تعبان هلقان يعني ما عد فيها الروح ما في فيتامين ما في مواد ما يعني ولا في عناية وبتكون عم تتعمل بيبي ليس بعد كل حمار وعم تسشوره وتنفسه كل يوم يعني منيب لصح يعني أكيد عم يصح هو مريد عم يصح هو صحي ومع ما تقصه لفترات كتير طويلة كمان عنده عم يرجع يخلي يقصف يستمر التقصيف فيه أوكي طب هلأ بالنسبة للشعر اللي مو مصبوخ كيف منا نهتم فيه نحنا هون بالبيت بيعملوا مسكات مثلا منزلية بيحطوها على شعره بس أنت نصايحك لحتى يهتموا بالشعر اللي مانو مصبوخ أنا دائما بفضل الشعر اللي ماله مصبوخ يعني هو كريم يعني زيت الشعر هو نفسه يعني هو أهم أهم يعني متما قولوا الخلطة السرية للشعر لأنه هي عرفاني شو بده شعرك بالزبط أوكي يعني زيت اللي بيفرزه أصدق جلبيت جرامي اللي بيفرزه الشعر تماما هو نفسه هذا هو أحسن زيت للشعر يعني أنت ما لازم نحمي نحنا كل نهار لا يعني فيك تحميمي يومين والثالث أو كل يوم أو يوم أي يوم لا بس أنه ما لكثير تحميمي وما كثير متحميمي كمان الزيت اليوم بيسكر المسامات يعني ما كثير منيح يعني يعني بين النص تقريبة فيك تستعملي له سيروم في شي صار هلأ اسمه سيروم ليلي يعني استعمليه بالليل يعطي كثير رحة حلوة وما بي زيته وكثير بيرمم الشعر للشعر اللي مو مصبوخ أبدا أوكي وبالسالونات في الكون هيك مثلا طريقة لحتى أنتوا تساعدوا الشعر اللي مانو مصبوخ لحتى يطوال تحدنوا فيه أكتر طبعا اليوم نحنا كثير عم نحاول أن نستهلك ونقدم أهم مواد لحتى نقدر نساعد لكل أنواع الشعر يعني ما بس إنه الشعر الطبيعي وحتى الشعر المصبوخ والشعر اللي مانو يطوال نحنا هي شغلتنا عم شوف هلا عم يستخدموا بس يعملوا هايلايت ورق قطن بدل الألمنيوم هل صرتوا تستخدموا هاي التقنية؟ هلا هي نستخدمها طبعا هلا هي فرقت عن السنتة أنه هي بس ما بتحمى هي فقط فبتحمي الشعر أكتر؟ لا لا هي ما بتحمي الشعر طالما اليوم نحنا عم نستعمل مواد مع هايلايت وعم نستعمل بطريقة كتير بروفيشينا اليوم كمان حتى جو المكان اللي عم تشتغري فيه بخليك تتحكمي بعيار الأكسيدان اللي عم تخلطيه يعني مو خلص صادر العيار أنا بستعمل عطول أنا بغيره حسب الجو اليوم أنا بلعب بالعيار الأكسيدان حسب إذا عندي عجق أو لا إذا عندي عجق بخففه إذا ما عندي عجق أو بارد الصالون بقوي يعني بعلي العيار حسب ما أنا بدي ودائما بحط برد يعني شي لما يتعب الشعر لأنه اليوم عم بلعب بي شي يعني بحط تاتش تبعي أنه أنا بقدر عمل بفور سيئ كتير عمل آفتر كتير حلو لأنه شو استعملت أنا استعملت هدول المواد يعني كيف حتى يكون في سقة لهذا الشي تمام اليوم نلاقي كتير سيدات بالبيت بيعملون الصبغات ممكن على إيدهم وبيطلع معهم كتير شغلات حكا حلوة أياما نعمت يعني بيطلع معهم النهفات أياما فبالنسبة للمنتجات سواء هي صبغات أو شامبو أو علاج للشعر اليوم نحنا لازم نتوجه عند مصفف الشعر هو لحتى ينصحنا بهذا الشي أو نحنا منقدر لحالنا ما فينا نعمل أي شي لحالنا نحنا اليوم نعتبر لحالنا مثل الطب صلنا يعني لازم نرجع نحنا صلنا مثل الطب ما فينا ما نرجع لأي حدا اختصاصي بهذا الشي وهذا المختصط لازم يكون عنده شاهدات تحاصل عليها لقدر حتى نحنا نسق فيه لقدر شخصنا هي الحالة أنه كيف يكون على المساقة فيه اليوم أنت عم تشتغلي شي كيميا يكون دارس كيميا يكون دارس كولوريست يكون دارس بالمواد التي يستعملها يعني إنالك توب يكون بينصغل لشعر ناعم شي وشعر طعير شي هو نفسه في قبل واحد يفكروا شي تالت يعني أنه يستعمله الداخل الشباب يوجد عامштان ليس هناك بشكل من г nurse خاصة نحن لدينا في سوريا كل تقت鬼 تريدو ان تتشجع نعم 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 نحن المصففين اليوم انتو بتعرفوا بس طب اذا قالت لك بدي اصبغ اذا شو بتعملوا بها الحالة هلأ بتحاول تلفي ودوري قد ما بتقدري صراحة يعني حاول تلفي ودوري قد ما بتقدري توصيل الفكرة انه ملابئة ولاحيل بالها طب اذا في شي صبية هلا عم تحضرنا مثلا انو هنو عم بيفكروا يشأروا او كيف ممكن يعرفوا اذا شعرهم قابل لا يتحمل هالنقلة ويزمانوا قابل اللي احنا المقدة نتحكم بهذا الشيء المصففين واهم شيء انو بالبقلة اولا يعني اليوم انتي مرالين ما بشوفك شقرة شوفك كتير حالة بالغامة يعني ما بادر شوف اشقر على حدا بالبقله الغامة يعني بيعطي اونوسة اكتر تعرفوا عم حب هيك انو لما نفوت على السالون بدنا نغير لون شعرنا يكون في مثلا متل تابلت يورجونا يقلنا يجيب اللون قال ينقي اللون يحطوا على الشعر ويكبر الصورة يورجيني هل ححب حالي او لا ربما يصير ريتا تصير عننا يتشيب بصوريا وقتها بقتنع يخلي نفس اللون الحواجب بس يجيب الشعر يركبوا هين ينضمن تقنية معين تأكد الوان كتير بتلاقي بتدرج وتصير دارجة ما من روحا اللحلي بنعمل هدا اللون اي صح وما بليلبق لنا بعدين منندم عرفتير ر Bret?! بالشاشة ادنبا يمكنك يكون عند الانظم يمكنك تسيب الانظم الانظام لا تكون حدث في الالوان اليوم نحنا عم نحكي ع دائرة لونية يومنا عم نحكي ع دائرة لونية فيه شي مية والوة وثلاثين لون دائرة لونية كاملة 131 لون أدراني نحن نعطيهم 131 زبونة أبداً أحياناً اليوم نلعب شوي على حسب عظام الوش حسب الوش اليوم نحن نختار القص ونختار اللون يعني ما فينا مثلاً إذا كان عندنا الصبي هون وش شوي عريب وهذا حلو نحط له في فاتح نكبره للعريض منعكس نحط غامة لننحطه نبين هذا الجمال اللي فيه يعني اليوم كمان ما حي يدرها الابداع كلها التوسع يعطينا إذا نحن عندنا الابليكيشن هون صحيح وعندك العين المبدعة محمد حققت نجاح مميز بمجال العناية بالشعر كنت بتشوف حالك من لما بلشت هذا الطريق بهالمجال إنه رح توصل لهالمحطة الناجحة وين كمان محمد علي بيشوف حاله بعد كذا سنة شو خطتك المستقبلية هلا بصراحة هذا الشي الحمد لله اليوم وصلن له يعني أكيد مخطط له من قبل مثل واحد عرفان شو هيصير معه لقدام لأنه عم يمشى نفس الخطة اللي كان عم يمشى عليها ما تغير مع الوقت ما قال إنه أنا وصلت لهم خليني ريح شوي كان كل ما يصل لخطوة يركض أكتر الحافظ عليه الخطوة يأخذ اللي بعده الحمد لله يعني وصلنا لهون أكيد اللي شي ضامنينه لبعدين شي أكبر من هذا يعني اليوم نحنا كل هدفنا أن ننشر هذه الثقافة لأكبر عدد ولأكتر أماكن ممكنة موفق إن شاء الله يا رب نشوفك بكل دول العالم نورتنا وشكراً لك ولمعلوماتك اللي قدمت لنا اليوم شكراً لكم